عشرين وعشرين كانت سانها فارقة في حياة ناس كتير. عشرين تلاتة وعشرين لميتنا كتير. في ناس حياتها اختلفت تماما بعد عشرين وعلاقتها بناس تانية اتأثرت جدا. بسبب كورونا. في ناس لما عيد بكورونا ما كانتش تعرف ان بتاعها بيحبها قوي كده وحريص عليها قوي كده. اه والعكس صحيح اه في ناس اه لما تعبت اكتشفت ان البورتنر بتاعها نادل جدا. فهي كانت سانة فارقة في حياة ناس كتير. اللي كشف ناس كتير حياتها في الفين تلاتة وعشرين. اه طبعا مش كورونا الحمد لله. هو بس فيه بلاء تاني اه حصل اللي هو اه ارتفاع الاسعار. طبعا اخف بلاء مثلا اه يعني طالب في الجامعة زعل ان المصروف سيبت مثلا ومش عارف اه يخرج مع صحابة الخروجة الحلوة المتعود عليها. اه مش عارف يشتري اللبس اللي هو المتعود عليه. دي كلها طبعا ابتلقات بسيطة اللي بتلقات اكبر طبعا اه ان الاسعار اعلى بقى في الفيزيتة بتاعة الدكتور في المصاريف مستشفى مصاريف اه اشعة مصاريف تحليل. اه مصاريف ادوية. ادوية غالية قوي. فطبعا ده اللي بتلقات من التقرنش ببعض يعني. شفت بقى الاسيتشوت بتاع كل واحد اه بقى الغلال اللي حصل ده. اه شفت شباب مويتين بعض في الشغل. اه كله بيه حمراء عشان اني ااخد شغل التاني عشان خاطر اه من الانكم بتاعه يكون ازيد من زميله. فعنده السنة دي يجدب بقى يعمل اي حاجة المهم ان هو اه يعني ياخد فلوز اكتر عشان خاطر ما يتحرمش من الحاجات اللي هو اه متعود ان هو يجيبها. عادي بقى ده المتوقع طبعا. الناس كتير اشتاكت او لحظة ان الناس اه قللت في جدا يعني ناس كتير كبتت برع اه ابتدت تخاف على نفسها وابتدت تقلل في بتاعتها لأ انا الفلوس دي انا اقابل بيها بدل ما احتاجها او يحصل لي حاجة فلا مش مش هتبرع زي زمان. دي حاجة مرحوظة جدا برضو. فوزت العتمة دي اه شفت مواقف مميزة جدا. فرحتني بصراحة فانا قلت احكي لكم عندي. هو الموقف فيهم اه صيدلي. اه فاتح صيدلية. اه زميله اه طلب منه ان هو يعني قال له ان هو محتاج حقنا للمامتو. الحقنا دي اه معدي الالف جنيه. فقال له اتقدر تديني فيها ديسكاونت كيم يعني. اه الرد كان التالي. قال له ليه ديسكاونت? انا مستعد اديها لك اه بسعر التكلفة. ده حصل فعلا مش بالكلام بالفعل. وعشان المصداقية اه بعث له اه صورة الفاتورة. ان فعلا اه اتدفع فيها الرقم اللي كان مكتوب اه بالفاتورة. ما كسبش فيها جنيه واحد. وكان كيم جد لا ان هو اه 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 ان فعلا الحقنا دي تتجاب من غير ما زميله دا اه يدفع او اي حاجة يعني. حيلو ان اه في اعزل غلدة والناس كلها بدأكل فبعده تلاقي واحد مش فارق له انه هو يكسب اه في ابلب وضكتي يعني مش فرق له المكسب خالص وفعلا هو جامل صاحبه بساعده ومرضيش ياخد منه اي مكسب. وحتى لو كان نداله الحقنا بديسكونت برضو كان حيبقى قطر الف خيره برضو. اه ومساعدة اه لطيفة منه بس اه لا هو اه لا مش هكسب خالص وانا اه اساعد له قدامي فعلا على تحمل المصاريف التانية اللي وراي يعني. تاني موقف اه جميل حصل. اه بواب اه صغير في السن. اه طلع اه راجل كبير اه سنده. اه ستة دوار. اه ولما اهل الراجل ده اه الدول فلوس ده ما انتعب وطبعا اه يعني دولها ستة دوار صعب. اه عالسلم غير اسنصير يعني. وتسنيدة صعبة فيها مجهودة عائلة قوي مجهود بداني عالي. اه رفض بشدة. وقال لا يعني انا مش هيخد فلوس على حاجة زي كده. والله انا ممكن اخسر عربية امصح عربية. انفخ كويتش. اغير عجلة. لكن دي حاجات ممكن اخد فيها فلوس وفلوس مناسبة. يعني اللي هو عمله كده. لكن انا مش مش هيخد في حركة زي دي. فلوس. وقال لهم عفوني. وفعلا رفض ياخد فلوس. برضو فعز الغالة اللي احنا في ده. اه تالت موقف كان من اه رفض اه ياخد فلوس على ان هو لازق اه لبيشينت وهو كان يعني ان اللازق ده يستمرج قولي له يعني كان مع اي حركة بسيطة كان ممكن ايه اللازق ده يفك يعنيه. فهو اه يعني سعب علي ان ممكن الشخص فعلا يدفع تمن الازق مهار ده. ويفك اللازق بكرة. لان الاوبشن التاني بتاعت ان هو يعمل جديد. اه يعني كان مش 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 قادر على تمنه يعني. فاني لصة مدونة يعني. فعشان خاطر الدنيا متلصمة وكده ومش مش دايمة فالدينتست ده رفض ياخد فلوس يعني. لو مجرد خوف ان انا يعني مش هيخد اه تمن حاجة وممكن الشخص بكرة فان تقع منه مش هيستفيل منها بحاجة يعني فما حابش يخسره. مع ان اه انا شايفة ان طبعا الدينتست البروسيدور نفسها مرهقة جدا وفعلا تعبه ده هو مجهوده اه ما تقدرش بتمن غير كده بتاعت الاسنان انا عارفة ان هي غالية جدا فهو فعلا ظلم نفسه في الحركة دي بستكت لفطة لطيفة جدا منه وان هو بيحس بغيره. اه رابع موقف كان من دكتور باطنا استشاري باطنا اه متعود ان هو يزور في البيت. فابن هو ابتدى يقول له يا دكتور اه يا بابا قاطع بين اه دغطو مش متزبط. كده تعالى يعني عشان اه محتاجينك وكده. فطبعا عشان خاطر هو يخفف الحمل من على العيلة دي. كان بيحاول يقول له طيب ام ليه هو الضغط كام? طب يعني قصدي كان بيحاول يوجد حلول ويحلل المشكلة اه هو يشاهد في موضوع بسيط بس الاهالي نفسهم بيبقوا متوترين وخايفين زينا عن الزوم. فكان بيحاول يبسط لهم الامور يحاول يقول لهم طب خلاص اه اعملوا التحليل دي وروني طيب. اه طب بقيسوا بس اضغطوا كل شوية وازجروا عليه. يعني كان بيحاول على القد ما يقدر ان هو نما يطلبوا في البيت اه يتمنع عشان اه ما يحملهمش فوق طايتهم ماديا برضو. اه برضو مغلاش الفيزيتا بتاعته برغم الناس كلها فعلا غلتها. الناس دي بجد اه فعلا يعني الناس دي مش خايفة مش خايفة على نفسها. الناس دي مش خايفة تحتاج لحاجة متلاقيش تمانها. هي ازاي الناس دي بالبرود ده? عارفين يا جماعة اه الدكتور ده كان كل ما يتمنع اكتر ان هو ما يروحش الزيارة دي. كان يعني مصممين اكتر ان هو يروح عشان خاطر يطمنهم ففي الاخر فعلا اه اه اضطر يخضع بقاوي ويروح فعلا الزيارة دي ويطمنهم وده ميه? الموقف ده علمني حاجة. ان مهما انت حولت تهرب من من رزقك رزقك هو اللي بيطردك. رزقك هو اللي بيجري وراك. غصبا عن عن النعين اي حد. ربنا كاتب لك رزق في حاجة اه غصبا عنك وعنهم هيحتاجوا لك. وحيحتاجوا لمساعدتك هيحتاجوا لشغلك. الناس فعلا اللي بتتمنع دي او مش بتاااا مش بتخاف في عيز الغلدة ان فلوس هتنقص بحس فعلا ان ااا ان رزقهم بيوسعوا يعني بيبقى كتير بشكل غريب بشكل ملفت. يعني هو بيتمنع ان هو يعمل الشغل ده عشان يخفف منه على قدام وتلاقيه ناس بتمسك فيه اكتر ومحتاجه وتحتاج له اكتر وبتلاقيه بتطلبه اكتر. اا بتلاقيه فعلا ان العيادات بتاعتهم شغالة زيادة عن اللزوم. يعني بريت مقصدي بريت حلو. بتلاقي البواب ده فعلا اا الناس كلها بتطلبه فغسر عربيتهم مسح عربيتهم فتسكس تانية. بس المهم فعلا ان الشغل فعلا ماشي معهم حلوة جدا. فاعز الغادة فعلا سبحان الله. يعني الناس بتيجا عندهم هم مش بيحبوا يوفروا وبيحتاجوا لهم فعلا وبيشغلوهم فعلا. شابوا بجد للناس دي كلها لان فيه ناس تانية اا على النقيد اا كانت متوحشة جدا. وابتدي نفسها عشان رايح ضبرها. ان هما مضطرين يتعاملوا بلاسوت دي عشان خاطر ان هما خايفين ما يعرفوش يسدو الالتزامات اللي عليهم. في آآ يعني بيحبوا يرايحوا ضمرهم. آآ فبيدوا نفسهم ده ما عدنيها غالية فانا لازم آآ استغل لو قدامها لقد ما اضرهم ملا يعني يعني هبقى محتاج حاجة يعني ومعيش تمنها يعني هعمل اي يعني? فالحراب ان احنا نكون من الناس اللي اخطبوا قربة على غلدة اا ما غيرش في الاتتود بتاعهم في حاجة. ونفضل زي ما احنا فعلا اا بنخاف ربنا. ومش انانين. نبص لمصلحات خالنا زي نبص لنفسنا. وفي المواقف اللي زي كده انا شايفة ان احنا محتاجين بعض واللي معيه يسند اللي معهوش. يعني حتى لو مش هعارفة سندله قدامي ماديا مش هعارفة سلفه مسلا مش هعارفة تديره فلوس بس اتليست فعلا اا في ناس اا اللي ضحك مسلا بمكسبها في حاجات اا الناس اللي ضحك بتعبها ان هتاخد تمن تعبها اا انا شايفة ان ده ضيف سابورت اا جميلة جدا. كل سنة واحنا طيبين واشوفكم على خير.